الخطوة الخامسة اختيار الطريقة الرئيسية لتسجيل الدخول الى الشبكة بما انه يمكن ان يرتبط الحاسب الذي يشغل ويندوز 98 بشبكات فيها خوادم تشغل انظمة تشغيل اخرى مثل ويندوز XP او ويندوز 2000 او ويندوز NT او نظام التشغيل نوفيل نيتوير فانه لا بد من تحديد طريقة تسجيل الدخول الى الشبكة ليتمكن الحاسب من التواصل مع الحاسبات الاخرى على الشبكة يستخدم هذا الحقل المعنون Primary Network Log On اي التسجيل الرئيسي للدخول الى الشبكة لتحديد الطريقة التي سيتم فيها تسجيل الدخول عند الضغط على هذا الحقل تظهر قائمة بطرق تسجيل الدخول المتوفرة يختلف عدد طرق تسجيل الدخول المتوفرة في القائمة باختلاف عدد خدمات الارتباط بالشبكة التي قمت بتركيبها في ويندوز مثلا يظهر هنا انه قد تم تركيب خدمة Clint for Microsoft Networks اي زبون لشبكات مايكروسوفت نظرا لان تلك الخدمة مركبة يظهر هنا في القائمة انه يمكن تسجيل الدخول الى الشبكة باستخدام هذه الخدمة السؤال الذي يطرح نفسه الان هو اي طرق التسجيل يجب ان تختار لتسهيل فهم الاجابة على السؤال فاننا سنضع الاجابة في ابواب اولا اذا كان في الشبكة خادم ويندوز اكس بي او ويندوز الفين او ويندوز انتي ويجب على المستخدم ان يدخل اسم مستخدم وكلمة مرور ليتمكن من تسجيل الدخول الى الشبكة فان عليك ان تختار ان تكون طريقة تسجيل الدخول عند اختيار هذه الطريقة في تسجيل الدخول سيظهر عند تشغيل ويندوز النافذة التالية حيث يجب على المستخدم ان يقوم بادخال اسم المستخدم في هذا الحقل وادخال كلمة المرور في هذا الحقل ليتمكن من تسجيل الدخول الى الشبكة حيث انه بعد ضغط الزر اوكي سيقوم الخادم الموجود في الشبكة بمطابقة اسم المستخدم وكلمة المرور للتأكد من انه يسمح للمستخدم بالدخول الى الشبكة ثانيا اذا لم يكن في الشبكة خادم او كان هناك خادم وليس هناك حاجة لادخال اسم مستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الشبكة عندها اختر طريقة تسجيل الدخول الى الشبكة لتكون في هذه الحالة سيتم تسجيل الدخول تلقائيا ولن يطلب منك ادخال اسم مستخدم ولن يطلب منك اشتركوا في القناة